السلام عليكم وجود التشنجات الحرارية هي يمكن انها تكون تجربة مخيفة جدا للطفل ولا الأهل في كثير أهل كنت أشوفهم في المستشفى لما يجيبوا الطفل يكونوا خايفين جدا جدا ويحكيوا له حسيت انه الطفل راح يموت ويعني قلقانين كثير فالتشنجات الحرارية لا شك انه فيها كثير من التفاصيل ومتأكد لو كان عندك طفل أو عندك طفل عنده تشنجات حرارية على بالكم كثير من الأسئلة مش لاكين لها جواب وإن شاء الله في هذا الفيديو راح نجاوب جميع الأسئلة وكل المعلومات المهمة عن التشنجات الحرارية وراح نعدل بعض العلاجات والمفاهيم الخطأ اللي تغيرت مع الدراسات العلمية الجديدة أنا دكتور عمر دانونة خصائي طب الدماغ والعصاب من أمريكا في هذا القناة إن شاء الله راح تلاكوا جميع المعلومات عن مرض الصرع بمعلومات عالية الجودة من المصدر وبطريقة سهلة للفهم بشكل بسيط ما هي التشنجات الحرارية؟ تشنجات الحرارية هي تشنجات تحصل عند الأطفال عادة من سن ستة شهور إلى سن خمس سنوات وتحصل عند الأطفال في غضون التهاب أو عدوى يا أما فيروسية أو عن وجود الحرارة مع استثناء أي التهابات في الدماغ نسبة حدوث التشنجات الحرية بشكل عام من 2 إلى 5% من الأطفال في المجتمع وهذه النسبة تعتبر أكثر بشوي من نسبة حدوث الصرع اللي هي تقدر بنسبة 1 إلى 2% من المجتمع معظم الأطفال بتصير عندنا بتشنجات حرية قبل سن الثلاث سنوات عند 90% من الحالات والمعظم بتصير عند الأطفال ما بين عمر 12 شهر يعني اللي عمر سنة إلى سنة ونصف من 12 إلى 18 شهر يعني نادر جداً ما تحدث التشنجات الحرية بعد سن الثلاث سنوات ما هو السبب التشنجات الحرية؟ السبب للتشنجات الحرية هو عبارة عن تفاعل ما بين الجسم وبنية الدماغ وعادة ما بيكون في استعداد وراثي في بنية الدماغ ومثلاً في في العائلة في حدا عنده تشنجات حرية أو صرع مع وجود الالتهاب والعدوى البكترية والفيروسية والالتهاب وخاصةً بعض الفيروسات مثل هيومن هيربيس فيروس سيكس يعني او فيروس الانفلونزا أو حتى فيروس الكورونا يمكن يعمل تشنجات حرارية بعض التطعيمات يمكن أنها تؤدي إلى التشنجات الحرية مثل تطعيم الأمامار اللي هو الحسبي وتطعيم الديتاب اللي هو السعال الديك وراح نفصل فيه التطعيمات في آخر الفيديو كيف تحدث التشنجات الحرارية وشو بصير في الدماغ عشان تحدث هاي التشنجات؟ هذا الموضوع مهم جداً جداً إنه نفهم كيف بتصير التشنجات الحرارية عشان نعرف كيف نتعامل معها ونعرف كيف نعالجها اللي بصير إنه لما نصير فيه رد مناعي اللي هو الالتهاب الرد المناعي بيعمل على إنتاج الخلايا المناعية بتعمل على إنتاج مواد كيميائية أو نواقل عصبية نواقل اسمها السايتوكينز هاي السايتوكينز هي عبارة عن رسائل كيميائية بتنتشر في الجسم عشان تسهل حدوث الالتهاب والرد المناعي عشان يحارب العدوى وهاي السايتوكينز مثل انترلوكين واحد وانترلوكين ستة وتيومر نيكروتس فاكتر تي اناف الفا هاي المواد الكيميائية الطبيعية بتدخل على الدماغ ويمكن انها تستحث المستقبلات تبعت الجلوتاميت الان ام دي اي ريسيبترز هاي المستقبلات بتعمل على استحثاث الدماغ وهي بتنتج النوبة الصراعية فمثل ما انت شايف الحرارة الى الان ما الها اي علاقة هو عبارة عن تفاعل كيميائي ومناعي من على الفيروس او البكتيريا والرد المناع هو اللي ادى الى استحثاث الدماغ وهي بتزيد الحرارة في الجسم وزيادة الحرارة بتؤدي الى زيادة استحثاث الخلايا الدماغية عشان تعمل تشنجات فالحرارة هي عبارة عن مسهل لاستحثاث الدماغ وليس السبب الاصلي لاستحثاث الدماغ ووجود التشنجات والعرض الاخر للالتهاب هو التنفس بشكل سريع عاد انا اطفال بصير عندهم تنفس بشكل سريع مما عشان ياخذوا اكسجين زيادة وهذا يؤدي الى طرد ثاني اكسيدي الكربون الكربون داكساد مما يؤدي الى اختلال في الاحماض والقواعد في الدماغ يؤدي الى زيادة القاعدية في الدماغ وهذا يؤدي الى سهولة حدوث التشنجات تذكروا ان احنا بنقدر نعالج الصرع عن طريق علاجه بالحمية الكيتونية اللي بتزيد الحموط الدم وهذا هو علاج للصرع فهذا بصير العكس تماما مثل ما انتم شايفين تفاعل ما بين المواد الكيمائية او المراسلات والجهاز المناعي وخلايا الدماغ والحرارة بس بتساعد على هذا التفاعل يكون بشكل اسرع التشنجات الحرية بتحصل عند اي حرارة يمكن انه تكون الحرارة قليلة 37 و 38 او 38 او 39 يمكن عند بعض الحالات تتصل الحرارة 40 تصير في تشنجات حرية فيعني العلاقة مش واضحة ما بين درجة الحرارة ما في حرارة معينة بصير عليها تشنجات الحرية كلها تبعتمد على نوع الالتهاب والرد المناعي واستعداد الدماغ الجيني لوجودة تشنجات الحرارية يعني ما شاء الله يعني لما نفهم كيف بصير في الدماغ هاي التغيرات بنقدر نصمم علاجات وبنقدر نتعامل مع الحالة كتير احسن وهذا هو رسالة القناة نفهمكم كل اشي عن هاي الأمراض والصراع عشان تقدروا تساعدوا أطفالكم تفهموا هذا المرض بشكل افضل ما هي أنواع تشنجات الحرية؟ نعم هناك أنواع للتشنجات الحرية في عنا نوعين يعتمد حسب شكل التشنجات يعني كيف بصير في الطفل وقت التشنج مدة النوبة وكم نوبة بتصير في غضون الالتهاب أو العدوى البكتيرية أو الفيروسية وفي عنا نوعين النوع الأول اللي هو التشنجات الحرية البسيطة اللي هي Symbol Fibril seizures والتشنجات الحرية المعقدة Complex Fibril seizures التشنجات الحرية البسيطة بتكون عنا في تشنج عام في جميع الجسم جميع الجسم الطفل بيكون يرد وصار عنده تشنج وقت التشنج بكون أقل من 15 دقيقة يعني وقته قصير أقل من 15 دقيقة مع أنه 15 دقيقة وقت طويل بس يعني هو أقل من 15 دقيقة وكمان أنه بصير في عنا تشنج أو نوبة واحدة في الـ 24 ساعة أو في الالتهاب والعدوى البكتيرية أو الفيروسية هذه تعتبر نوبة تشنج بسيط وإن شاء الله ما في منها أي عواقب والنوع الآخر اللي هو التشنجات الحرية المعقدة في تشنجات الحرية المعقدة بتكون في عنا جزء واحد من الجسم يعني جزء اليمين مثلا إيد وإجر أو يعني جزء واحد من الجسم بيكون في رجفة يعني بكون في نوبات بؤرية أكثر ويمكن النوبة تقعد أكثر من 15 دقيقة الوقت وكمان يمكن تحدث أكثر من النوبة في 24 ساعة أو في وقت الالتهاب فإذا هذه الأشياء صارت بتكون تشنجات حرارية معقدة ويمكن كمان أن التشنجات ما توقف وتضلها أكثر من 30 دقيقة ووقتها بيصير اسمه حالي سراعية حرارية يعني فبرايل ستاتس أبلبتيكاس وهذا يستدعي علاج في المستشفى بالعادي في تشنجات الحرارية بتحدث نوبة التشنج والطفل بتوقف النوبة وبعدين يمكن يكون مثلاً نعسان مدروغ تعبان لمدة 5 إلى 10 دقائق وبعدين ترجع الأمور الطبيعية إذا الطفل طول فترة أكثر بعد النوبة وما صحي وظلوا تعبان وما بتقدر تصحيه يمكن يكون لو سمح الله عنده التهاب في الدماغ أو السحاية فمهم جداً نعرف هذه المعلومة إذا في عندكم أي استفسار عن هذا الموضوع يريد تكتبوا لي في التعليقات وأنا إن شاء الله برده على جميع التعليقات وإجابات على أسئلتكم بس يريد تحضر الفيديو لنحيته عشان راح أجاب الكثير من المعلومات قبل ما تكتبوا التعليق هل تحدث التشنجات الحررية تلف في الدماغ؟ بالعادي معظم التشنجات الحررية وخاصة التشنجات الحررية البسيطة ما تحدث أي تلف في الدماغ وليس لها أي عواقب طويلة الأمد ولكن في بعض التشنجات الحرية المعقدة وخاصة التشنجات الحرية المعقدة طويلة الأمد اللي قعدت أكثر من ثلاثين دقيقة نعم يمكن إنها تؤدي إلى تلف في الدماغ وتصلب الحصين وبعض المشاكل الأخرى اللي إلها عواقب طويلة الأمد مثل ما راح نحكي في نهاية الفيديو ما هي الفحصات اللازم عملها وتقييم الطفل عند حدوث التشنجات الحررية في معظم التشنجات الحرية وخاصة التشنجات الحرية البسيطة مهم جدا إنه نعاين الطفل والمريض يا أما عن طريق طبيب الأطفال أو بيأخذوا الأهل للطبيب العام أو للمستشفى فبداية نعمل فحص للسيرة المرضية يعني نسأل شو صار مع الطفل كيف كانت النوبة، مدة النوبة هل في أي تاريخ عائلي من نوبات صراعية أو تشنجات حرية مسبقة وما إلى ذلك ومنسأل إذا كان فيه التهاب فيه صار أي عدوى بكترية أو فيروسية أو رشيح كل هاي الأعراض عشان نعرف شو صار مع الطفل وبنسأل عن إذا كان فيه صداع كان فيه مراجعة أو فيه مشاكل في الرقبة يمكن هذا تؤدي إلى نشك في إنه وجود عندنا مثلا سحاية في الدماغ بيكون الرقبة ستيفي يعني بيكون شادة وما بتحرك الطفل المليح بنعمل فحص صريري عشان نشوف كل هاي الأعراض وبس يعني في معظم الحالات إذا كانت تشنجات حرارية بسيطة ما في داع نعمل أي فحصات أخرى بنعطي علاج للمرض اللي صاري يعني لالتهاب البكتيريا أو البيروس بنعطي خافض حرارة والأمور بتكون طيبة وما في مشكلة وبتبع الطفل مع طبيب الأطفال ولكن في بعض الحالات إذا كانت تشنجات حرارية معقدة طويلة الأمد أو إحنا شكينا بوجود التهاب في الدماغ أو في السحاية أو في مشاكل أخرى يمكن نعمل فحصات أكثر نبدأ في فحصات للدم يمكن نعمل فحصات للغلوكوز للغلوكوز الدم لأنه هبوط الغلوكوز يمكن يؤدي إلى تشنجات السوديوم يؤدي إلى وجود تشنجات قلة السوديوم كمان فحصات يمكن نعمل زراعة بكتيريا في الدم خاصة عند الأطفال صغيرين السنة أقل من السنة وتصار عندهم حرارة كمان يمكن نعمل فحصات حسب التقييم الطبي مثلا نعمل فحصات مسحة للفيروسات أو للحالك للستريبتروت مثلا البكتيريا الحالك أو مثلا صورة للصدر أو للبطن أو صورة تلفزيون للبطن أو تحليل البول عشان نعرف إنه هل فيه التهاب كل هاي الفحصات حسب التقييم الطبي نختار الفحص المناسب للطفل عمل صور للدماغ مثل صورة طبقية سيتي سكان أو برين امراي أو عمل رانين مغناطيسي للدماغ ما بنعمله بشكل روتيني للتشنجات الحرارية إلا إذا شكينا بوجود مشكلة في الدماغ يمكن نعمل هذا الفحص وفي النهاية عمل تخطيط الدماغ التخطيط الدماغ بالعادة لا يوجد داعي لعمل تخطيط الدماغ في التشنجات الحرارية فقط بنعمله إذا شكينا بوجود مرض الصرع وإذا حدثت التشنجات بدون أي حرارة فهذا يمكن يكون في مرض الصرع وبنعمل تخطيط الدماغ مثلا في عنا حالي طفل صغير اسمه محمد محمد عمره عشرين شهر يعني تقريبا سنة ونص وصار معه الالتهاب بيروسي صار عنده رشح وصار عنده قحة وارتفعت حرارته ومحمد صار عنده تشنج تشنج في كل جسمه لمدة دقيقتين ووقفت التشنج جابه محمد على الطوارئ فحسنا الطفل كانت الفحص طبيعي وكان عنده حرارة مع هذه التشنج كانت حرارته ثمانية وثلاثين ونص عطينا خافض حرارة نزلت الحرارة الطفل صار يلعب وصار يأكل وكل شيء كان طبيعي هذا يعتبر تشنج حراري بسيط ما في داع نعمل اي شيء نروح المريض على البيت ويمكن نعطيه علاج عشان يعالج النوبات اذا حصلت في المستقبل مثل ما رح نحكي في الجزء القادم كيف يمكن انه نساعد الطفل وقت حدوث نوبة التشنجات الحرارية طبعا في التشنجات الحرارية يمكن تكون اي شيء يعني يخاف منه ويخاف على الطفل فمهم انه نحافظ على هدونا قدر الامكان يعني ونشوف الوقت للنوبة مهم جدا نطلع على الساعة وقت بداية النوبة عشان نشوف كم من الوقت النوبة استمرات لانه وقت النوبة مهم جدا للعلاج وتعريف نوعية التشنجات الحرارية ثاني اشي بنحافظ على بيئة آمنة انه ما يضرب راسه في اي شيء حواليه او اي جسم حاد عشان يجرح نفسه او ما يوقع ثالث اشي بنقلب الطفل على جنبه اليمين عشان بنحط اشيء صغير تحت راسه عشان ما يهز راسه مثلا او ما اذا راجع او طلع زبد من ثم ويطلع خارج الفم مهم جدا ما نحط اي شيء في فم الطفل او اي انسان عنده نوبة صرع لانه يمكن تكسر اسنانه او تؤدي الى جرح ولا يوجد اشي اسمه بلع اللسان في نوبات الصرع هذه خرافي لا يمكن اصلا بلع اللسان اللي بيحصل انه مع النوبة الواحد بيكون شد على حاله لو صارت شفت الطفل زرقاء وقت النوبة هذا لا يعني انه الطفل انخنك هذه ردة فعل طبيعيه على النوبات الصراعية وعادة عشان الدماغ يجيه كل الدم وما يكون موجود في اجزاء اخرى من الجسم ما في منها مشكلة بترجع طبيعيه في غضون دقائق واذا استمرت نوبة تسنج اكثر من خمس دقائق وقتها يمكن نعطي علاج يوقف هاي النوبات مثل العلاجات رح نحكي عنها في وقت العلاج هل يمكن ليه النوبات التسنجات الحرية انها ترجع مرة اخرى بعد ما حدثت اول مرة الجواب نعم تقريبا ثلاثين في المئة بس ثلثة الحالات بترجع النوبات التسنجات الحرية يمكن مرة او مرتين في الحقيقة بينما الطفل يكبر في العمر وتبطل تأتي بالمرة اذا حدثت التسنجات الحرية قبل سن السنة يعني اقل من سنة حدثت عمر ست شهور ولا سبعة نسبة رجوعها بتكون اكثر تكريبا خمسين في المئة من الحالات ترجع هذه النوبات مرة اخرى تدى الى رجوع النوبات التسنجات الحرية اكثر اذا كانت الحرارة قليلة جدا يعني بس سبعة ثلاثين ونص واشي بلشت التسنجات الحرية او حدثت تسنجات الحرية قبل ما تحدث الحرارة بس اول ما صار الطفل المريض على طول بلش يتشنج قبل ما الحرارة تزيد او اذا كان عند الطفل تأخر في النمو والتطور يمكن يكون فيه مشكلة في الدماغ وادت الى وجود هذه التسنجات او اذا كان فيه تاريخ عائلي يعني واحد من العيل الاب الام او الاخوة والاخوات صار عنده تسنجات حرية معناها يمكن انها تزيد نسبة رجوع التسنجات الحرية عند الطفل والمعظم لما ترجع عادة ترجع مرة واحدة في الحياة بعدين الطفل بكبر وتبطل تيجي وفي حالات نادرة يمكن ترجع مرتين او ثلاثة او حتى اربع مرات اذا كان الطفل تيجي عنده تسنجات حرية مرأة والمريض كثيرة كلما يمرض عنده حرارة وبدون حرارة دائماً تحدث يمكن يكون فيه عند منصف مرض الصرع وخاصة المتلازمة الدروفي عندناسم تأخر史 في النمو او تشنجة حرية. الحادثة تعتبر مرض الصرع وليست تشنجات حرية وما serve تكون عنده تشنجات حرارة ولا التهاب انا نعلم ان اذا كان hoo killer النور وصر عنده التهاب في عادوى يمكن انها تحت التشنجات ولكن هذه لا تعتبر تشنجات حرارية يعني بدها علاج مثل علاج الصرع بشكل عام فما تخربطوا ما بين مرض الصرع والتشنجات الحرارية في بينهم فرق كيف نقدر نعالج التشنجات الحرارية؟ علاج التشنجات الحرارية للحسن لحظ أنه معظم التشنجات الحرارية بتوقف لوحدها بتحدث أقل من خمس دقائق معظم دقيقة دقيقتين بتوقف ما في مشكلة من ذلك إذا التشنجات قعدت لفترة أطول واستمرت أكثر من خمس دقائق وقتها يمكن أن نعطي علاجات لوقف هذه التشنجات في المستشفى بنعطي علاجات مثل اللورازبام والآتيفان أو الديازبام أو الميدازولام كل هذه تعتبر مهدئات وتوقف التشنجات نعطيها إبر أو رشاش في الأنف أو في الشرج في هاي يمكن حتى نعطيها للمرضى للأهل عشان يعطوا الطفل هاي الأدوية عشان نوقفوا التشنجات إذا قعدت أكثر من خمس دقائق ويمكن أن نصرف هاي كوصفة طبية اللي ياخدوها في البيت تكون موجودة في حالة إذا حدث تشنج لفترة طويلة حالة طارئة نعطيها للطفل ومن أشهر هاد هو الريكتل ديازبام اللي هو الديازبام عن طريق حكم شرجية زي التحميل يعني وهذا بيكون اسمه داياستات أو في عنا اليوم بخخات يمكن نعطيها في الأنف أو نقط بتنحط في الفم اللي هي الديازبام والميدازولام فيسأله الطبيب المعالج إذا يمكن أن يوصف هاي إذا موجود في بلد هذا بالنسبة للتشنج وإذا حدثت حرارة عند الطفل إذا بس حدثت حرارة يمكن نعطي خافض حرارة زي اللي هوتو الباراسيتامول أو الأكامول والآيبي بروفين والتروفين هاي المواد الأدفيل يمكن إنها تخفض الحرارة عند الأطفال وبالعادة بنعطي الجهتين يعني نعطي واحد وبعد ست ساعات نعطي الثانية عشان نحافظ على الحرارة مستكرة مهم جدا إنه نتجنب إعطاء الأسبرين للأطفال اليوم ما بنعطي أسبرين بالمرة للأطفال لأنه يمكن يعمل مشاكل والتهاب في الدماغ والكبد ومتلازمة ري فلا نعطي أسبرين للأطفال بالمرة هل التشنجات الحرية بتزيد نسبة حدوث الصرع في المستقبل أم لا؟ الجواب إنه بنسبة بسيطة جدا فوجود الصرع بشكل عام عند المجتمع من واحد لاثنين في المية عند الأطفال اللي صار عندهم بتشنجات حرية وخاصة تشنجات الحرية المعقدة يمكن النسبة تزيد شوي من ثنين لخمسة في المية يعني بس شوي زيادة في نسبة حدوث الصرع ولكن في بعض الحالات نسبة حدوث الصرع بتكون كثير أكثر من هذه النسبة خاصة عند التشنجات الحرية المعقدة أو إذا كان عند الطفل تأخر في النمو وتأخر في الحركة وفي الإدراك في الكلام يمكن تزيد النسبة أكثر أو كان في تاريخ عائلي من التشنجات الحرية أو من الصرع عند العائلة أو كانت هناك الحالة الصرعية وهي تفبرايل ستاتس أبلبتيكاس كان عند المريض حالة تشنج وظلت أكثر من ثلاثين دقيقة هاي يمكن تؤدي إلى تلف في الدماغ وندب هاي الندب تعمل وجود الصرع في المستقبل وخاصة حالة تصلب الحسين في مرض الفص الصدغي كيف يمكن تجنب حدوث التشنجات الحرارية؟ هناك سؤال هو هل يمكن أنه أعطي الطفل خافض حرارة حتى أول ما يرشح الطفل يبدأ نعطيه خافض حرارة من بداية الرشح قبل ما يصير عنده حرارة يعني ظل نعطيه في أكامول طول اليوم عشان نمنع حدوث الحرارة عشان نمنع حدوث التشنجات الحرارية هل هذا الإشي صحيح نعمله أم لا؟ طبعا هذا يعني فكرة جيدة عشان نمنع الحرارة ولكن فهمنا العميق للتشنجات الحرارية بيّن أنه التشنجات الحرارية بتحصل بسبب رد جهاز المناعة على الفيروس أو البكتيريا وليس بسبب الحرارة نفسها فهذا مهم عشان هيك شرحنا ليش بتصير التشنجات الحرارية فإعطاء الطفل وعملنا دراسات سريرية كثيرة على هذا السؤال وعطينا الطفل مثلا دراسنا هذا الموضوع وعطينا الطفل دايما أكامول أو يعني باريسيت أمول عشان نوقف الحرارة وتبين أنه هذا لا يمنع حدوث التشنجات الحرارية راح تظلها تصير حتى لو عطيته الطفل دايما خافض حرارة ثاني إشي أنه الطفل صار عندهم بعض الأطفال صار عندهم معراض جانبية من هاي الأدوية ومن كثرة استخدامها فالآن لا نعطي الطفل إذا صار عنده شنجات حريمة نقول ما بنعطيه خافض حرارة دايما بدون وجود الحرارة إذا حدثت الحرارة نعم نعطي خوافض حرارة عشان تتحسن ولكن إذا الطفل تحس أنه ما صار عنده أي حرارة ما بنعطيه بس عشان نمنع حدوث الحرارة والخطأ الآخر أنه في بعض الأطباء بيعطوا أدوى مضادات التشنجات ومضادات السرعة مثل الفينو بربتال أو الدباكوت الدباكين أو الكبرة للأطفال اللي عندهم تشنجات حرارية فقط وهذا يعتبر خطأ اليوم الدراسات الحديثة بيّنت أنه إذا كان عند الطفل تشنجات حرارية فقط بدون أي تشنجات بدون حرارة يعني هذا لا يعتبر مرض السرعة مثل ما إحكéنا أنه التشنجات الحرية ليست مرض السرعة إذا كانت التشنجات تحدث فقط وقت الحرارة ولم تحدث بدون حرارة أو بدون مرض فهي تعتبر تشنجات حرية ولا داعي لإعطاء أدوى مضادات السرع لمنعها أول إشي لإنه هاي الأدوى يمكن ما تمنع التشنجات الحرية من الحدوث فمثل ما احكينا فيه تفصيل سبب التشنجات الحرية انه هي تفاعل ما بين جهاز المناعة وما بين الدماء والاشي الثاني انه يمكن هاي الأدوية تعطي عراض جانبية للأطفال تأثر على نمو الدماغ فلا ينصح الآن بإعطاء أدوى مدادات الشنجات للأطفال اللي عندهم تشنجات حرية فقط أما إذا كان الطفل عنده مرض الصراع مثبت في الفحصات وكان عنده تشنجات بدون حرارة فهذا يعتبر علاج لمرض الصراع ويمكن انه يأخذها فهذا مهم جدا نتفرق بين هذه الحالتين يعني ما أحسن العلم والمعرفة عشان هيك بنجدد العلم وبنجدد التوصيات الطبية ويظلوا العلم يتطور عشان هيك دائما نبعطيكم كل الأشياء الجديدة في هذا العلم والطفل هل يمكن أعطاء الطفل التطعيمات إذا كان عنده تشنجات حرية التوصيات العالمية من CDC الأمريكية وجميع الجمعيات لطب الأطفال بتوصي أنه نعطي الأطفال التطعيمات على وقتها لأنه إذا لا سمح الله ما أعطينا الطفل التطعيمات يمكن يحدث عنده مشاكل والتهابات من هاي البكتيرا والفيروسات اللي إحنا حابين نمنعها وفي منها حتى يمكن تؤدي إلى فكتان الحياة ومشاكل كثير أكتر فعشانك لازم نطاعم الأطفال في جميع التطعيمات في بعض التطعيمات مثل تطعيم الأمامار تطعيم 9 شهور يمكن أو تطعيم الديتعب هذه التطعيمات السعال الديكي هاي التطعيمات يمكن أنها تزيد الحرارة يمكن تعمل تشنجات حرية عند بعض الأطفال بشكل نادر ولكن لازم نعطيها عشان تمنع حدوث هاي الاتهابات مهم جدا نعرف أنه في بعض التشنجات عند الأطفال خاصة الأطفال صغار السنة قرب من 6 شهور بتكون تشنجات خطيرة وبتأثر على نمو الدماغ ويتم عدم تشخيصها بشكل صحيح من الأهل ومن الأطباء ومهم جدا تعرفوا نوعية هذه التشنجات اسمها التشنجات الصراعية في هذا الفيديو بوضح جميع هاي أنواع التشنجات وكيف نقدر نعالج الطفل لأنه إذا ما عالجناه على الوقت يمكن يصير عنده مشاكل وتلف في الدماغ اللي يخرب الدماغ من هذا فلازم تشوفوا هذا الفيديو عشان تعرفوا كل هاي المعلومات ولا تنسونا من صالح دعاكم والسلام عليكم